كلية الإعلام جامعة الأزهر لدى الجامعة بعد كل ما قيل أني نفسي في معزق ماذا أقول بعد كل ما قيل عن اللغة العربية وهذه الفصاحة وهذا الشرق الرائع من الدكتور علاق ومن الدكتور صابر لكنني سأحاول أن أدلي مدلوي عن طول الإعلام في تشويل اللغة العربية أو الدفاعا تعلمون حضرتكم أن حروب الجيل الرابع والجيل الخامس تستهلك إسقاط الدول من الداخل دون استخدام البيوش والدبابات والطائرات كيف يكون إسقاط الدولة من الداخل؟ تأليم الشعوب ضد حقابين والتشكيل في كل ما يتم من الإنجازات ثم إدخال روح الخمول والضعف النفسي لدى أبنائها ثم عزل الشعوب عن طراثها وهويتها وكما قال أساتذتنا قبل حديثي إن مكونات الهوية هي العقيدة واللغة والتالي فإن انسلم الناس عن هويتهم عن لغتهم عن دينهم عن عقيدتهم انسلموا عن هويتهم وبالتالي ركز أعداء العربي وأعداء الإسناج على إسقاط اللغة العربية في نفس أبنائها وإضعاف مكانها والنيل منها وهذا أمر طبيعي أن الأعداء يستخدمون كل الوسائل لإسقاط أعداءهم ولكن الخطر الأكبر هو أن يكون هذا العداء من جانب أبناء الأمة العربية والنردقين وسعوا شيروا إلى الإعلام وقد أشر أساتذتنا في الحديث عن غضب حافظ إبراهيم والمؤلم من واقع اللغة العربية من مئات السنين فكيف الوضع الآن؟ في القصيدة التي قالها الأستاذة الدكتور أسامة العبد قال أنه هو بينتقض الجرائب فماذا عن القنوات الفضائية؟ وماذا عن الإعلام الجديد؟ أنا سأشير الاختصار إلى القنوات الفضائية وإلى الإعلام الجديد مع التطورات التكنولوجية الهائلة انطلقت قنوات الفضائية العربية كثيرة بلغ عددها ألف تردومية خمسة وألفين قنوات ناطقة بالنغة العربية طبعا مش كلها تبعي الدغة العربية في قنوات يعني التابعة للدول الأجنبي العربية فكان هناك أمل كبير جدا أن تكون هذه القنوات آلة لاتفاع عن اللغة العربية ونشيطها وترشيطها ودعمها لكن الواقع خيب آملنا في ذلك فالقنوات الفضائية العربية راحت تهتم باللهجات المحلية وأهدرت قواعد اللغة العربية عندما عمل بها من لا يجيد من اللغة العربية عن ضريق الوساطة والمحسوبية وليس له مجرور التفاع عن هذه اللغة فانتشرت اللغة العالمية الرديئة الرخيصة من أجل تحقيق أهداف سعر بعض هذه القنوات إلى تحقيقها زي القنوات الخاصة تسهل الحصول على الرب والحصول على أكبر عائد من الإعلانات لكن ليس من بين مهامها الحفاظ على أجوية العرب أو دوية أجوية العربية والإسلامية هو مش دور ولا ينكرون دائم لما تكونوا يخيزيات تنتهي في اللغة العربية كيف لا تقدم برامج دينية كيف لا تقدم برامج السقافية ولكوا أنا دوري أنا مليش جكل بالحكاية دين أنا ووظف لي مشهور تجاري يحقق أرباح إذا حقق الأرباح نعم إذا لم يحقق الأرباح نحن نشير ووقف مشهور تلك والقنوات الفضائية العربية الحكومية صارت في نفس الابتجاه لأنها برضو أخرى عايزة مزيد من الإعلانات ومزيد من الإسارة فبلا تقدم برامج بنسميها إعلام السوق أسد الإعلام طبعا تضل الإعلام إعلام السوق اللي هو يعني مجموعة من البرامج الهابطة التي تلوس الأسماع والتي تشول واقع الأمة العربية حتى تجد إسارة وتجد معلم يدفع لهذه القنوات لتستمر لأداء حنشير بعض النقاط السريعة في مجال اللغة العربية ساعة هذه القنوات الفضائية العربية إلى مجارات الأسلوب الغربية في الشكل والمظموم فنجد قنوات قناة ART قنوات القربي قنوات ال MBC قنوات ال LBC هي قنوات عربية ناطقة باللغة العربية وأصحابها هم حكومات دورة العربية ولكن أسماعها أجنبية يعني اللي زادت أنك تقدر قسم أجنبية يعني إيه عن ال LBC ال MBC ال DMC دلوقت لما يقول ال BBC بقناء أجنبية يقولوا اختصاراً لكن اللغة العربية ليس حتى ما احترمتاش اللغة العربية في أسماء الخنوات الخاصة العالم ثم مجارات الأسلوب الغربي في اختيار أشكال المذيعين أو المذيعات طريقة نمسهم طريقة كلامهم أهدرت كل قواعد اللغة العربية نهادم كثيراً الخنوات الفضائية العربية لأنها تقدم برامج تافية وتقدم برامج خادشة للحياة لو عملنا تحليل مضمون طبعاً أسانية قد يكون قد يكون أسماء الأزر بعملوا التراسات سهيرة عن مضمون ما تقدمهم قنواتنا عربية أحياناً راح نحلل نخجل من أن هذه قنوات عربية تقدم مضموناً مضموناً أيضاً ومضموناً كثيراً على الساحر القضائية لكن دون وجود حقيقي بالدفاع عن قضايانا أو الدفاع عن لغتنا أو هويتنا تساعد أعداد القنوات الدينية في الآونة الأخيرة وكان الآمن أن تقوم هذه القنوات الدينية على المستوى العالمي بالترس في الدعوة إلى الديد الوسطي وتعريف الناس بحقيقة الأديان ولكن وجدنا هناك صراع بين هذه القنوات الدينية والذي يتحس مقوّز عن القناة الدينية الشيعية والسلمية والتي مدى تضرب في ثوابت المسلمين وسوابت الدين ولم تكن الحدث منها الدفاع عن الدين بل أصبحت مجالاً بالصراع اللغة التي تستخدمها القنوات القنفضائية العربية لا علاقة لها باللغة العربية وحنشير إلى بعض النقاط حنشير إلى نقاط محددة الإعلانات رسائل الاس ام اس أجاني الفيديو الإعلانات التي تملى التلفزيون وتقطع المرامج والمسلسلات والمواد الدرامية كلها لا تطيب مزل النغار على ألسنة الأطفال والنشق والشمال وتجد مجالاً كبيراً للإتساع رسائل الاس ام اس اللي في كاملة الأسفل الشاشة في القنوات لما طلعت هذه الرسائل كان بعض الشباب يرسلون رسائل بعضهم لبعض واحد عقس واحدة بيكتب لها في الاس ام اس فوزي منتظر نجلاء وراء الأجزاء عالي جداً مهاش بيها ضوابط مهاش ضوابط خاصة وينظر بابا نجلائي ولا شوفت الكلام الفاني بواحد زي اسمي وهي تفرض أولاً بسأذينا عشان روحابي الصحب روحابي الصحبين مهاش صحبين سنتكلم فيها نوع من أكير آه سنتكلم يا رباني الساعة سنتك الساعة سنتك هذه شديد الشديد الخطوع أداني الفيديو ليه؟ لما تنشوف بنلاقي أكثر من 30 قناة عربية للأداني والفيديو طول النهار ما تعملش حاجة إنها متغني أدت كوميا تحدث الأساتيج من المكبار على اللغة العربية وجمال اللغة العربية والشعب العربي مستمعنا إلى قصيلتين راجعة ماذا يسمع شبابنا اليوم في قنواتنا الأكثر عربي الحمومة بين مطلبة تقول لسيدي لا بد من وضع النقاط على الحمومة وهذا يا أستاذي أن نصعد لرؤومة حط النقاط على الحمومة تعال بينا نطلع الرؤومة تدوى لها الناس وبين مطلب الأخر يقول لمحبوبته أنا مش أرم أنا كين تقوم وبين مطلبة يا أحمام ومطلبة تقول أو مطلبة بيقول لحبيبته وحياة أم المحاسيبه هذه الأغاني تبلع السلاحات إحنا طبعا نطبعا والناس الجبار والأسات زيبتوا نسمعوش الكلام ده أو لو شاب ده اللي تبدوش فيه ده الشباب يتنقلون ذلك والنش يتنقل ذلك مش بنقول إهدار لللغة العربية إهدار لللغة العربية وإهدار للخير وإهدار الإخلاص الجانب ونشل للفسق ونشق البزائر شوف أسماء المطرلين أسماء المطرلين أسماء المطرلين شكوش وحفظ وهولاء يكرموا يكرموا من مؤسسات رسمية من مؤسسات رسمية بس هو جامعة بنها أنا يعني أدافع عني لأنه غنى ومخدش أمر والقلق بره بالأمر بتاعي المستشفى يعني فمالع رئيس الجامعة قال نكرمه لكن سينا فهموا ونخواه ونخواه ونكرموا مش عبارة لكنهم يكرمونا بسهمين تعدين أليس المهرجات في الشواء تبقى عن طرق إنا كلها وكان عاملنا في المقدمين نموش بس 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 ننتقل بعد للايه الإقلاب الهني الفيسبوك والتوينت أنا مبارح بدي محاضرة في الجامعة عندي فبقول كم استخزاني الطلبة ليه الـ وسائل التواصل للتنمج يعني كم ساعة وإحنا نعتبر الدراسات ببعندة وعايزين نغاير الدراسات بخارج نبنقول كم يشوف أو بيتابع الفيسبوك أكتر من ثلاث ساعات يومينا يبقى كسيف المشاهدة أو كسيف بستخزانة أو ست ساعات كسيف بستخزانة فباسأل الطلبة فباسم بالله طلبة قالولي أرباع ومشين ساعات وارباعشين ساعات ما بالتنميش أتلعى بالنام بس معايا النموة قال لهم أنا عشر ساعات وبأمانة وأنهم عشر للواحد الأخذ عشر ساعات في اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يعودش مع باباك أربع دارش والأخواتهم خمس دارش عاش الشباب في عالم افتراضي وأصدقاء افتراضيين ويحكي لهم ويناقش معهم القضايا الشخصية والخاصة دون أن يتحدث معهم عميكو أفعل باباكو أفعل باباكو أفعل باباكو وقابت بعض يطلب أقول أخر بره شوفت عميك الدماء والأول الباباكو شوفتها؟ لا بعتها مسي وهو يعتبر أنه قامل الواجد تجاه عميكو أخياته لأنه هو وأعتنهم بس أنهم ردوا عليها لكن هذه المواقع ماذا تفعل في شبابنا؟ ماذا تفعل في دهويتنا؟ ماذا تفعل في لغتنا؟ الدراسات طرقت من جامعة بخلية الإعلام عن استخدام عربيز اللي هي اللغة العربية مكتوبة باللغة الإجليزية الخلط الدمج بين اللغة العربية والانجليزية معظم الشباب اللي اللي عاديين دون يبعثوا الرسائل يعني ازاي 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله فرانكو هناك خطر يهدد فعلا اللغة العربية وسائل الإعلام مسؤولة ونعقول يعني أو إعلامي أو محسوب على الإعلام أن الإعلام أحد الأسباب الرئيسية التي هددت مقام اللغة العربية وإزدادته على بما مقدمه على أيدي الشباب إحنا عندنا في كلية اللي أنا عميد لها عندنا قسمين قسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية شعبة اللغة العربية والإنجليزية شوف كم من الإقبال 80% شعبة إنجليزية 20% العربية وتيجي للطالب بلا يعرفش ولا كلمة بالعربي حتى مش غينجليزي يبني حضوك من شعبة عربي ليه إنجليز ليه عشان اللغة شوف والأم ولا القضي يقول لي إحنا معديش اللغة العربية عشان اللغة العربية ووظيفة باستكلم عربة ومشغلات شباب إحنا معديش وظيفة هم يقولوا ما أمريش وظيفة لأن الإعلام بتنزل مطلوب سكنتيرا توجيد اللغة الإنجليزية مطلوب موزيعين وقدمي برامي خديجي أقسام أجنبية الإعلام كده هيتم بتقول كلمة هو يقولك طبعا هتعلي العربي ليه؟ ما يعيزه؟ هذا ما دفع كليات الإعلام في الجماعات العربية إلى إنشاء أقسام باللغة الأمريكية الأمريكية والأمريكية وبعد إقبال عليهم شديدين هذا يعطي رسالة لأن إحنا بنقول للشباب أن اللغة الأرابية مش مهمة وأن اللغة الأرابية لن تؤهلين بها زمان الدكتور غسامة قدمة اقتراح لربط الجامعات الإسلامية على أن يكون هناك اختبار لإيجادة اللغة الأرابية لتسكيل الرسالي المجدين والدكتوري زي التويفل دلوقتي إذا ما بتيجي الكلية أقول لك ما نسجلش نفسينا الدكتوري إلا لو خذت التويفل ربعمائة وخمسين درجة على القلب فإحنا قلنا كمان نقول مفيش مانع طبعا التعليم اللغة الأرابية الإنجليزية الغايل جدا الفرنش ممتاز جدا لكن كمان مطالب اللغة الأرابية فنقول أن والله لابد أن يكون الطالب لسجل المجدين والدكتوري مؤهل لدراسة هذه الوسائل أو الدراسات العليا في إيجادة اللغة الأرابية إلى جانب إيجادة اللغة الإنجليزية ونعمل لها أوصيف لأنه كيف يكون من هذا المقام أدعو كلية الإعلام بجامعة القصمة أن نعقد أو نعقد نتوة مشترة بين كلية وكلية الإعلام بمثنصة ورعاية رابطة الجامعة الإسلامية حول واقع اللغة العربية في المناهج والمقرارات التي يدرسها كلية الإعلام في المنطقة أكثر جامعة بتحط مقررين لغة العربية سنقول ألف ولغة العربية لها والسلام عليكم بس وفي بعض الجامعات مدى واحدة وحوق أفاق في بعض الجامعات في كلية الإعلام التي يدرسها كلية الإعلام أصلا من من أساتذة الجامعة يلقي المحاضرة باللغة العربية فلخطيش نحن نعمل الشعبات هو الشعب حاجة للغة بتاعته مين؟ لا في البيت حدي فكيلي باللغة العربية ولا الإزاعة فكيلي باللغة العربية لا الإزاعة المصرية أقدر الإزاعة المصرية أكثر وسائل الإعلام تقاثة على دغة العربية لا في حقيقة إزاعة القرارة الجليب وغيرها من الإزاعات والمسترات نحترم اللغة في بزا مضطلعو عن الميزئين عشان يطلع الهوت إلى قيد الهوط للخلال الفضائيين. طب الشاب ده يعرف ايه اهمين في دور العربية سهلة? سكتنة بتقول له في الجامعة. لو دخلت قسم انجليش هتلاقي وزينة. لو قسمة عربية تردني هتولاه. جامعات في دولة الامارات وفي بعض الدور العربية في القطر دولة. مطلوب. اساديزة خريجي جامعات اجنبية. الشرط فيها. يعني لو خريجي الجامعة العربية والتدريج باللغة الانجليزية. مع ان الطلبة لا يعرفون ولا كلمة باللغة الانجليزية. لسهو التدريج باللغة الانجليزية. لا لا. كنا في المميكة العربية السعودية. وجاء مجموعة من الاساس على الاعلان في احدى الجامعات السعودية لاستقطاب اسادة اعلان من الخارج. اجابي. فتقدم مجموعة من الولايات المتحدة الملكية من حاصلين على الدكتوران ستة. اجابي. منهم احد الاصدقاء لينا مصري. يقيم في الولايات المتحدة الملكية. وحصل الدكتوران من هناك. واخد. لما جمع الاسادزة متعقنين على مسلا سايب اصلا عشر تلاف ريال. مسلا. كل الاسادزة الاجانية طلبوا مترجم. اني طلب عروفش الانجليزي. طلبوا مترجم معهم. فحطوا مترجم معهم. الاستاذ ده وهو يعني ما كانش معال جنسان عن الريكية. لكنه معاه قامت. فقال لاد مش عايز ايه? قتل. بقول ليه? نصار من مصري. مصري. ايه? فخفضوا بقاتل دي. ايه? النص. فالرجل قال انا مش هعود ده. ناخد زال ما جيه? قالوا ده اللي معهم هسأله. الخمسة الامريكان قالوا احنا هنروح لو الرجل ده ما كانش زيه. فرجعت الجامعة وذدلوا في هذا المركة اكراما من الاسادزة الان. طبعا انا بدي رسالة ايه? والكلام ذلك ايه? زمان يعني من عشر سنة والفرنسة السنة. بدي رسالة ايه? انك تزدلي لغتك. مين هيحتمل لغتك? طيب? مين هيحتمل مولدك? جاب شيرات عندما كانت رئيس فرنسا لما كان آآ آآ رئيس بلدية باريس في بورج ايبيل. جات شركة مكدونالز الامريكية وطلبت تاخد فرع لها في بورج ايبيل. رفت. وقالت لك. ليه يا عم بشراء? قال لي انت الزائر لفرنسا يجد ان لا ترى عينه الا السلع للفرنسية. والبضوع للفرنسية. ما فيش كلمة تبقى امريكاني او. لكن شوفوا احنا اسمعنا تبقى اسموا عبدالصرق. نعم. يعني بيعتزوا بلغتهم. جدا. المانك اللي ماشي في الشارع اللي بيتمانتي المانك. وهو بيعرف انجلش وقالت من فرنجل. لكن ميروتش حاليا. احتمل لغت. احتمل لغت. لكن احنا بتلاقي افالي اسم عبد الودود وبعمل الشركة بسامة عبد الودود. هي هم اللي حتى قدوا يعني جايب مين? فاللافتات اللي نشوف في الشارع. اعنانات الطهورة. قلتها. قلتم اند بصل اه? قلتم اند بصل اه? قلتم اند بصل. قلتم اند بصل. قلتم اند بصل. قلتم اند بصل. طب تقول قلتم اند بصل. اند يعني بتدي ايه? اه يعني بعض العسارة. فالاعلام لوسائلين مختلفة التقليدية والحديثة اسمت لدرجة كبيرة في الإساءة للغة العربية. وهدد بكانتها في نفوس الناس. وجعل الاخرين لا يهتمون بها. ما هو اذا لم تحتم لغتك ورغويتك من سيهتمونها. احييي كل الاعلام جامعة الاصدر وجامعة الاصدر وجامعة الاصدر ورابطة الجامعة الاسلامية على عداد هذه النبوة المتميزة والتي اأمل ان يكون لها اصدار وان تصدر عنها توصيات. لعلنا نجد التطور في احترام اللغة العربية واولها ان يلقي اساتذة الجامعة محاضراته في كل الجامعات باللغة العربية. على الآن. اللغة العربية مشكلة كونشي كان والمشكلة. شكراً لكلامنا العربية. شكراً مع المزيدة صدر بطولة سامي الشريف على هذه الورقة. يعني الكلمة لمعالي التصرع بطولة سامي العربية والتفضل المشكورة.